أهلا وسهلا فيكم عزائي المتابعين والمتصبين معنا في حلقة جديدة كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن طريقة توثيق العقود بشكل مفصل كيف إحنا نعمل العاقد ونجهزه بجميع البيانات والشروط المطلوبة والبنود المطلوبة وانتهاء بإرساله للموظف على حسابه في منصة قوى للموافقة له اليوم بإذن الله هنتكلم عن طريقة تغيير المهنة ابتداء من الدخول على منصة قوى انتهاء بإرسال الطلب إلى الجوازات وصداد رسوم تغيير المهنة وتغيير المهنة بشكل كامل في الجوازات فاليوم هنتكلم بشكل عملي وتفصيلي عن طريق تغيير المهنة في منصة قوى فركزوا معايا في الخطوات وخلونا نبدأ ونقول بسم الله أول شي طبعا كالعادة هندخل على صفحة تسجيل الدخول في منصة قوى ونبدأ بتسجيل الدخول عشان نقلنا للصفحة الرئيسية بعد ما سجلنا الدخول وانتقلنا للصفحة الرئيسية هنروح يمين الشاشة على الخدمات الإلكترونية عشان نروح للخدمات المتوفرة في منصة قوى هنلاقي في خدمة اسمها إدارة المهن هنضغط على اذهب إلى الخدمة هتفتح معنا الصفحة اللي فيها الشروط والإحكام هنوافق عليها ونعطيه التالي بعد كذا هتطلع عندنا الصفحة اللي فيها طلب تغيير المهنة هيكون موجود فيها بيانات الموظفين من اسمه ورقم هوية والمهنة الحالية والجنسية جنبه هيكون في علامة كلمة مؤهل باللون الأخضر لو مهنة مؤهلة للتغيير هيظهر لك أنه هو مؤهل باللون الأخضر هنضغط عليها طبعا هتبدأ تظهر عندنا القائمة فيها مجموعة من المهن نبدأ إحنا نكتب المهنة اللي نبغاها المهنة ممكن نكتب منها كلمة كلمتين على حسب هتظهر عندنا المهن المتوفرة بالأسماء اللي إحنا نبغاها فإحنا مثلا هنيجي نكتب شعر تجميل هتبدأ تظهر الأسماء اللي موجودة عندنا طبعا أنا المهنة اللي أبغاها هي أخصائي عناية بالبشرة فحبدأ أكتب مثلا تجميل عشان أعريكم بس طريقة ظهور المهن كيف تكون فهذه كلمة تجميل ظهرت المهن الموجودة هتغير مثلا وأكتب عناية فهتظهر عندي جميع المهن اللي فيها كلمة عناية تمام فطبعا أنا اللي أحتاجه زي ما قلت اللي أنا محتاج أني أغير المهنة إلى مختص مختص عناية عناية بشرة فطبعا هنا اللي هيصير أني أنا هضغط على آآ مختص بعناية البشرة بعدين هروح وأقول له آآ أضف طلب جديد هنا هيظهر عندي الطلب اسم الموظف ورقم الإقامة والمهنة الحالية والمهنة الجديدة اللي أنا طلبتها طيب لي نفترض أنه أنا غيرت رأييه وقلت لا ما أبغى آآ المهنة هذه بحط مهنة ثانية مثلا أو بالغلط اخترت المهنة هذه وأبغير آآ إيش اللي حسويه كل اللي حسويه أني أنا حروح للآآ السابق زر السابق حضغط على السابق حيرجع ينقلني للصفحة السابقة اللي هي حنقة اختيار المهن اللي كنا موجودين فيها قبل قبل شوية شايفين آآ حارجع أضغط على كلمة موهل ويظهر لي قائمة المهن حبدأ أكتب المهنة اللي أبغاها بس أنا طبعا أبغى اللي هي مختص بعنات البشرة فحارجع أضغط بس الخطوة هذه عشان أريدكم أنه بإمكانك أنك أنت ترجع وتغير بعد كذا حنروح لإضافة الطلب حنوافق على الإقرار ونضغط على إرسال بعد ما ضغطنا على إرسال حتظهر عندنا آآ قائمة الطلبات اللي إحنا سويناها قبل كذا وبما فيهم الطلب اللي أمامنا طبعا الطلب اللي أمامنا هذا هو حنضغط على الإجراء ستظهر أمامي تفاصيل الطلب كاملة من نسمى الموظف رقم الإقامة والجنسية ورقم المنشاة وحالة الطلب آآ عندنا كمان آآ المهنة في الإقامة والمهنة الجديدة طبعا هذه هنا حالة آآ الطلب بنتينج حاليا بانتظار آآ الموافق عليها طبعا بكذا آآ نكون إحنا آآ سوينا طلب آآ تغيير المهنة على منصة القوة والطلب تم إرساله في اللحظة هذه إلى آآ وزارة الداخلية للموافق عليه طبعا بعد آآ ما تتم الموافق عليه بي آآ يتم بعد كذا استكمال الإجراءات إما عن طريق مقيم آآ بالنسبة للشركات أو عن طريق أبشر أعمال بالنسبة للمؤسسات الفردية وبكذا نكون انتهينا من الخطوات الخاصة بتغيير آآ المهنة للعاملين في المنشاة أتمنى أنه الخطوات تكون واضحة وسهلة على الجميع ويكون آآ تكون الفائدة وصلتكم والمعلومة آآ واضحة بشكل كامل وإذا كالعادة إذا عجبك وكالعادة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الحلقة على أوسع النطاق علشان غيركم يستفيد والسلام عليكم